اشتركوا في القناة احنا كل ثلاثة بنحط سؤال عشان جاوب اسئلة الناس كان سؤالنا عن الرجيم والحمية للاشخاص اللي يعانوا من ارتفاع في الكوليسترول اكيد بشكر كل حدا عم بيشارك بالفقرة لانه حلو كمان شوف الناس يعني مرات بتكوني بفكرة بشغلة بس ما بتكوني عارفة انه الناس بدهم هاي المعلومات ورح نارض على سعرات الحرارية ببعض انواع من الحبوب مثلا زي الاروز الافريكا البرغول الكينوى كل هاي دول الاشياء تمام خلينا نبدأ اذا باول مجموعة معنا من المشاركات على السوشال ميديا واول اسم معنا مي سابا مي سابا اوكي مي عم تسأل عن شو عم تسأل على اذا لحم العجل برفع بضر الناس اللي معهم كوليسترول هلا بشكل عام بالنسبة للحوم الحمرة الاشخاص اللي عندهم مشاكل في ارتفاع الكوليسترول من فضل اللحم الحمرة ما يكون في اكثر لتناولها يعني يكون مرة لمرتين في الأسبوع كحد اعلى احنا منعرف انه لازم احنا ما نتجاوز كميات كبيرة من الكوليسترول يوميا تناولها ما تتجاوز اكتر من 200 ميلي جرام قطعة اللحمة العجل او لحمة الخروف لمنقيم اللحم الدهن منها القطعة الميتة جرام مطبوخ يعني تقريبا اصغر من كفة ايدي يعني هيك القطعة تقريبا اتحجم علبة الشدة الميتة جرام فيها تقريبا 100 ميلي جرام من الكوليسترول الجاج نفس الكمية بتكون تقريبا 80 ميلي جرام والسمك تقريبا من 50 ل 60 فعشان هيك منحكي والاسماك كتير افضل الاشخاص اللي عندهم في ارتفاع الكوليسترول فبكل الخيار الاول بالاسبوع مرتين بالاسبوع اسماك بعدين دجاج اللحمة الحمراء ما تتعدى الميتة جرام لانه نلاحظ الميتة جرام فيها 100 ل 100 وشوي تقريبا من الكوليسترول وبننتبه انه بهذا اليوم ما يكون فيه اغذية عالية بالكوليسترول خلال النهار بهذا اليوم ناكل فيه لحمة وما تكون كمية اللحم كتير خاصة للي عندهم ارتفاع عالي عشان ما يضرهم يرفع الكوليسترول معنا التعليق وسؤال من هديل اتوقع سؤال هديل عن موضوع المكسرات والكوليسترول شو العلاقة بينهم بالعكس المكسرات مفيدة جدا للاشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول خاصة عندنا جوز كتير عمل عليه دراسات وبناسب كتير الاشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول بساعد على خفض الكوليسترول بس ما تتعدل حسطين في اليوم يعني تقريبا من 6 ل 12 حبة في اليوم وما تكون مكسرات مقلية يعني مش انه أنا بطبخ وبقلي صنوبر ولوز بسمنة أو زيك بالعكس منضر احنا وما مناخد الفوائد بالضبط فالجوز عليه دراسات الصنوبر عليه دراسات بس يمكن مش كل الاشخاص بقدروا يتناولوا يوميا لأنا شوي سعره أغلى ولكن جوز فوائد كتير منيحة في جوز العربي اللي احنا منتناوله في جوز الامريكي كمان برضو هدول فيهم نفس الفائد الغذائية في فعف الكوليسترول بنحط لهم شوفان ونحطوا عليه شوية مكسرات صحية بتساعد على خفض الكوليسترول تارفي احنا متعودين مثلا على أكلاتنا نحط السنوبر واللوز منقليهم نقدر نفس المبدأ نعمله بس بدون زيت بس يتحمص ويتحمص كتير زاكي أو كمية زيت بسيطة وفي كتير هلا صارت فيه تناجر صحية بالأسواق انه بتقدر تستخدمي طنجرة اللي بتوزع الحرارة وما بتحرق فهدول الأشياء برضو بتساعد فيه كمان تعليق من آرك السؤال خلينا نشوفه مع بعض عن الكوليسترول برضو ولكن السؤال هو ما علاقة الكوليسترول بالسمنة بالسمنة هلا عادة احنا اول ما يزيد الوزن ويرتفع سير فيه عندنا زيادة وزن عند الأشخاص دايما بنخاف انه مننبههم يعني حتى احنا لما يجي عنا على العيادة اشخاصة نشوف نلاقي وزنهم عن جد اكتر من الحد المسموح بكتير لانه احنا السمنة منقسمها لعدة مراحل فيه سمنة واحد سمنة اثنين حسب قدي واصل بوزنه دغري من منفضل انه يراجع طبيبه يعمل بحوصات للدم لانه لما يرتفع الوزن خاص السمنة الوسطية كتير معرضين للإصابة بارتفاع الدهنيات يمكن مش هلا ممكن بعد فترة اذا اهمل حاله وصحته كمان بالعكس فيه علاقة وثيقة تمام فيه معنى سؤال كمان من محمد كوساي عن الكوليسترول بيسأل بيه سؤاله خلونا نشوف من اي نوع من الاغذي نجد الكوليسترول الجيد والكوليسترول الضار هلا هذا السؤال كتير حلو هلا احنا دائما بنعرف فيه كوليسترول جيد كوليسترول ضار ولكن هاي التأسيمات داخل الجسم فيه عندنا الـ HDL اللي هو بياخد الكوليسترول من الخلايا بوديها للكبت والLDL بياخد الكوليسترول بوديها للخلايا ما في HDL وLDL جوى الجسم احنا جوى الاكل احنا شو مناكل بنعكس ايجابيا على معدل HDL والLDL بس طبعا للاشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول بدنا ننتبه يتناولوا خضار وفواكه يوميا نقلل من اللحوم الحمراء زي ما حاكين الأطعمة المقلية الحلويات كمان نحطها بعين الاعتبار وإذا عندنا زيادة في الوزن بدنا نحاول نوصل للوزن المثالي ولكن HDL والLDL كوليسترول والضار والنافع هدول عبارة عن تأسيمات للكوليسترول داخل الجسم مش موجودة كابل مش انه بالأكل يعني فيه كوليسترول منيح وكوليسترول ما حدا يضحك علينا حكين هذا فيه كوليسترول زي فيه اشياء ترفع مثلا بتساعد يعني مثلا فيه خفض الكوليسترول بشكل عام ولكن هاي التأسيمات LDL والHDL هاي داخل الجسم كيف مركبات معينة كيف بتشتغل داخل الجسم معنا سؤال من زهرة البيلسان سؤال زهرة برضا متعلق بموضوع حكينا عن الكوليسترول وبتناول قدم ممكن نتناول لحم وجاج بالأسبوع بالضبط نفس تقريبا سؤال الأول سؤال أجا معنا قلنا للأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول لحم الحمراء ما تتجاوز مرة في الأسبوع ما تتجاوز من 90 إلى 120 جرام نفس الشي الأسماك بس نفس الكمية نقدر نتناولها أول مرتبة الأسماك بعدين اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول سمك السردين والتونة والسالمون كتير مفيدين جدا لأنهم فيهم أوميغا ثري عالي تمام في من لارا أليتيا بتحكي شرائك في المقولة اللي بتحكي أنه شحوم الحيوانات خاصة المواشية لا ترفع نسبة الكوليسترول في الدم بل تخفضه أو بتخفضه بعكس الزيوت الصناعية هذا سؤالها فيه شق منيح فيه شق صحيح وفيه شق مش صحيح الدهون الصناعية الأصدع عنها اللي هي الدهون المهدرجة احنا صاروا يعملوا زيوت نباتية ويحاولوها زي الزبدة وهيك وكتير نعمل عليها دراسات وكتير بتسمعي مقولة أنه زبدة أحسن من المرجانين هذا صح لبعض أنواع المرجانين لأنه بعملية الهدرجة ممكن تتحول لعنا دهون متحولة أو نسميها الترانسفات وهذه الترانسفات لها علاقة في الإصابة بأمراض القلب فإذا بدنا نتناول من المرجانين أو الدهون النباتية لما نحول من زيت تصير بالملمس الجامد بدها تكون نتأكد أنها خالية من الدهون المهدرجة وخالية من الدهون المتحولة مش كل العبوات بيكون مكتوب عليها فعشان هيك ممكن نتناول الزبدة بكميات بسيطة بس مش أنه أنا بقدر أتناول هيك الزبدة قد ما بدي نخلص الزبدة أحسن بشكل عام لا الزبدة مفيدة فيها فيتامين دي بس ولكن بكميات بسيطة إحنا بننتبه للكمية اللي بنتناولها يعني ممكن تتبعي النظام صحي وتحطي شيء زبدة بسيط بخلال الأسبوع ولكن ما يأثر عليك إذا بتحتمي بنظام أكلك بشكل عام عم بتكرر موضوع تناول اللحوم الحمرة والبيضة بالأسبوع هذا سؤال من نداء خلينا نشوفه كم مرة منقدر نتناول اللحوم الحمرة والبيضة بالأسبوع خاصة للي معهم يوريك أسد وكولسترو يوريك أسد أنا حبيت سؤالها لأنه بدي أنبه على شغلة يوريك أسد مش بس لحوم حمرة يعني في ناس بس بربطوا يوريك أسد باللحوم اللحن عنده يوريك أسد بدي يقلل الكمية تقريباً تكون 90 جرام بالوقع الوحدة يعني بالوجب الوحدة بس بدي ينتبه الناس اللحن عنده يوريك أسد بدي يخفف من البقوليات حمص فول عدس بدي ينتبه للمشروب الشعير كمان بدي ينتبه للعسل بدي ينتبه لمرئة الجاج بدي ينتبه للسكلوب والسردين مثلاً هدول ما بتفيد الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الوريك أسد وحتى الشفان ممكن هو مفيد لخفض الكوليسترول ولكن إذا عالي كثير اليوريك أسد بيصفي مش منيح للأشخاص اللي عندهم يوريك أسد мной. فعشان هيك الأشخاص اللي بعانوا من ارتفاع يوريك أسد وسكر وارتفاع في الدهنيات كثير مهم لما يكون عندنا. على المvida Beatont يكون في مراجعة لأخصائي تغذية لأنه في مرات مثلاً منيحة للكوليسترول تضر اليوريك أسد جانا عمرو خلينا نشوف السؤال مع بعض سؤالها دكتورة شو الفرق بين الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة الدهون برضو هلعنا الدهون تتكون من أحمال دهنية الفاتي أسد وهدول مقسمين لنوعين دهون مشبعة ودهون غير مشبعة الفرق بناتهم بالتركيب الكيميائي كيف شكلهم وين موجودين برضو تناول الدهون المشبعة لازم ما يكون أكتر من 10% من مجموعة السعرات الحرارية منتناولها في اليوم ويفضل الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الدهنيات والكوليسترول اللي يقللوا منها عادة دهون المشبعة موجودة في المصادر الحيوانية زي لحوم دجاج زبدة هاي المقالي كلها اللي ببنستخدم فيها دهون حيوانية سمنة مثلا ودهون غير مشبعة موجودة أكتر في المكسرات وزيوت النباتية وزيت الزتون وهيكا فلما نحكي إحنا الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول بدي خفف من الدهون الحيوانية ويكتر أكيد من المصادر النباتية ومش غلط مرة بالأسبوع يكون عندنا بقوليات هذا كتير إشي مفيد تمام سؤال سندس من سندس نمر خلينا نشوف السؤال حابة أعرف أنواع الأطعم اللي خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم وإذا كانت نسبة الكوليسترول مرتفعة بشكل عام بالجسم بيكون له علاقة بارتفاع مستوى ضغط الدم ولا لا؟ عادة لما يكون واحد عنده سمنة ممكن نلاقي عدة مشاكل يعني منلاقي ارتفاع في الضغط وارتفاع في الدهنيات بس مش شرط بس يعني كتير فيه أشخاص أنه ممكن يكون عندهم هدول العرضين الموجودين أخذ أغذية لخفض الكوليسترول لعنا الشوفان بدنا نركز على تناوله الحبوب بأنواعها وكمان الخضروات والفواكه ضرورية يكون يوميا تمام غير النصائح اللي حكيناها قبل نعم سريعا إذا خلينا نستعرض معكم ربما جهزتنا مجموعة من الحبوب وأيضا السعرات الحرارية بحيث دائما الناس يحبون السعرات الحرارية الكوب أرز الكينوى بتاخدت تلتين كوب يعني أقل الكوب من الكينوى لأنها هي صغيرة طب ليه بيحكوا عنها مفيدة؟ مفيدة جدا بس هي الحصتة بتختلف عشان الحب صغير أه الحب صغير فبتنفوش بس إحنا لأنه حطيت السعرات كلهم بالكوب نعم فكوب من الكينوى تقريبا 222 سعر حرارية الرز الأسمر كوب 216 سعر حرارية والرز الأبيض تقريبا قريب جدا من الرز الأسمر السعرات الحرارية الموجودة فيه هيكا عرضنا بعض السعرات في الحلو ايش بتحبي هيك تضيفي بالخطة؟ نحتم لأكلنا وكمان نبدأ نركز على شغلة أنه كمان الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول كتير مهم نركز على الحبوب الكاملة يعني إذا فيه تناول للإفريقيا مثلا أنه أفضل من الأرز لأنه فيها شوية ألياف الرز الأسمر الحبوب الكاملة هدول كمان مهمين جدا للأشخاص غير النصائح اللي حكينا هذا كل شكر إليك شكرا للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لا تشوفوا كل شي جديد